يقول هناك فرق بين الماء الكثير والماء القليل في مسألة التنجيس عبد الله بارك الله فيك جماهير أهل العلم يذهبون إلى حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وهو الماء الكثير قدره بعض العلماء بمقدار معين لكن عموما هذا قول قالوا بأنه الماء الكثير لا يحمل الخبث إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة وأما الماء القليل الذي هو دون القلتين قالوا هذا بمجرد سقوط النجاسة أو مرور النجاسة عليه فإنه ينجس ولو لم يتغير في مذهب من المذاهب الفقهية وهذا من مفرداته ويظهر لي والله أعلم أنه الراجح أن الماء القليل والكثير واحد فإذا وقعت النجاسة في الماء سواء كان قليلا أم كثيرا القلتين أو دون القلتين ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة طعمه أو لونه أو ريحه فإنه يكون طاهرا أما إذا تغير بأحد أوصاف الثلاثة ولو كان ماء كثيرا فإنه يكون نجسا